مو القذافي مو القذافي ما اجاني بالمطار خلحت مال القذافي شوية غريبة من نوحها وبعدين اتطرق لك على مال المطار مال المطار تتعلق لا مواني لين انت قلت 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 ما عادت التشريفات صحيح هما اروح التشريفات فهناي القذافي اجا القصر الزهور القديم ماكو كان بيملك فيصل قصر الزهور فرحنا القذافي نزل ماكو استقبال اليه انا ستعرف انا من السبيني انا ارافق للقذافي رحت استعديت لي وكذا سيدي قلت قصر الزهور قال اوين منه استقبالي لعد قال اوين سيجي اجي منه النائب رأسا هو بدل قال انا ما اعرفان رئيس الدولة البقر ايجي منه القذافي قلت له سيدي انا نسبوني انا وياك واكو ضباط امين وياك ايضا نطلع تجوال اوديك خارج القصر قال لا انا اريد البقر هو يحضر قلت له سيدي كيف ان ينسبوني ومرافقوا اياك قال زين 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 والله صعد بالسيارة كانت السفارة الليبية وين المنصور المهم مشينا قدامه قريبا خلصنا المعرض نمشي باتجاه السفارة يمن المعرض بغداد على اليمين وقفنا ابو الدراجة قلت له نادية باللاب سبيكر قلت له وقف نان وقف نزلت تفضل سيدي قالت ليش مرافقيني انا قلت لكم مرافقين انا اضحاك قلت له سيدي انا مرافقين وياك كحماية قال انا اريد البقر قلت له نائب من هو فلان فلاني لم يكن البقر بعده نائب قال انا لا اريد اي واحد يجيني للبقر المهم مشينا لا اشوف اذا صعد وياه واحد من السفارة قلت له اخي ترى انا مرافقين وياه حماية قلت له نحن ملازم يجوني للسفارة ونطلع منك قلت له سيدي تريد وقلت له ما عندناش كل شي باكم وامشوا قدامنا بس ودونا للكاظمية قمنا روزينا للكاظمية المرافق ما له وهو قاعد لي وراه وصلنا عاد للكاظمية وزار الإمام الكاظم وعبرت وياه وين ابو حنيفة يابا ترى هذا ابو حنيفة وكل شيء يوقف لماذا هذا يمشي قدامنا سيارتي في هوندا ما قبل لماذا هذا يمشي يابا هذا حماية مرافق جاء قلت له هذا حماية لازل قال له لا ماريد كل واحد كل حماية ماريد انا ماريد حماية شنو عرف انه مول رئيس الدولة جايد يزوره المهم خلصنا الشغلة هذا رجعنا الى قصر الزهور زار الإمام الحنيفة ورجعنا وياه نمشي وراه ونمشي للمرافق الان رجعناه بقصر الزهور ونحن خلصانه مثل ما يقنون قلبنا قلص وراها ايجا بالليل منه كاسترو هواعنا هواعنا بالتشريفات هذا نتأذى من وراه القذافي بينما بالمؤتمر القمة اللي صار اول ما ايجي يدور على رئيس الدولة بوقته قبل كان نائب ما يعرفه ايجي ساعة العالية انا همشي لترافق الوفود وكذا المهم فأيجي بالليل كاسترو كاسترو يجز طيارة عيني استاذ جلالي يجز طيارة قبل يوم الحماية حماية كلهم سود سمر كذا يجزهم قبل يوم الى العراق ويجون بحيث المخابرات كلها موجودة ثمين حكيها أسرع لما بعدين أرجع لك على التشريفات فبالحماية من نزل كاسترو أنا موجود واجهتي للطائرة شنط بلابسي ومسجسي من هنا من هذا الطويل ومن أمشي اهتزيتي فأني إذا أرجع أبلغ بالجهاز أنه ترى الهدف وصل هدف منه يعني الرئيس الدولة إجاء وأنا أستقبل الأمشي لازم قدامه وكذا فأنا أركض أشوف أراه أسود يركض أبوها شنو هذا أسود يركض أثرت عن الحماية أبوها أنا جاء المستدس راح أقتل الكاسترو يا نبي يا علي يا الله داتك بالله شوف التغايم تأتيك الطلايم أنا أركض أركض أنا وصلت يمي السيارة اللي راح يصعد بيها الجسمة كان مستقبلة بوقت الجسمة رئيس الراح هو كان مستقبلة فأجي صعد ويا بالتسمة صعد باوعت هذا قريب علي أنا صعدت كلش قريب علي كاسترو باوعت الشتافية مالتة غطعة خضرة مثل صوف بازة وفوقها نجمة بيضة قلت يدي راقبني منه واحد الأسود كل يجي راقبني ويجي يوقف يمي أنا لا أقدر لا أقدر أصعد بيها بالسيارة بس أنا سحبت نفسي باوعت هذا عاد واحد انتبه علي قال لي سيدي وأخريتي شو بي كنت تشفيش القرصة قال ترى كلهم حماية تجابق على كاسترو وصل لك يمي قال شاوش عندي جاب هو جاء يصعد يصعد ويا رئيس دولار يصعدون قال ما عندي كل شيء قال لا ترى يركض وراك منك شاوش تركض عبالة لتقتال الكاسترو قال والله خذ فالله عليك أنا أقتال الكاسترو أنا صحيح أشياء الإسلاحي بس كل شيء ما عندي هذا المهم الله خلصنا من عنده صعد وابلت السيارة هس بالأنترنيت دور الفيلم اللي أنا استقبلته به كاسترو تطلع صورة جزء من صورتي كاسترو وشون من صعد بالطيب بالسيارة وشون صعد ويا ريش دولة وكذا هم قلت الحمد لله وشكور الله شفت كاسترو وانتهت الوضعية ومرت عينة بسلام هاي من المواقف المحرجية